مرحبا بكم في كل مكان قال الشاعر وسيعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أن البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساءل الغواص عن صدفاتي هكذا قالت اللغة العربية حين أرادت أن تتحدث عن نفسها في هذا البحر الواسع الرائع الممتع نستمر ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة أهلا بكم درسنا لهذا اليوم بعنوان عالم من بلدي من هو العالم ترى؟ قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم تأمل مع الصورة التالية تأمل مع الصورة التالية انظر جيدا ماذا ترى في هذه الصورة؟ إنه فصل فيه طالبان ومعلمة ماذا يفعل الطالبان؟ لاحظ إنهما يجلسان جلسة حوار باعتقادك من الضيف ومن المقدم؟ الذي يمسك بالمايكروفون هو المقدم إذن الفتاة هي المقدمة وهذا هو الضيف ترى؟ هذا الضيف يمثل من؟ انتبه معي واقرأ هذه القطعة تأمل معي القطعة التالية واقرأ معي عروبة تلميذة في الصف الرابع تخطط لأن تصبح مقدمة برامج علمية في القناة التربوية السورية لذلك انضمت إلى لجنة الإذاعة المدرسية وأجرت مع رفيقها زياد حوارا تمثيليا عن عالم عربي من وطننا إذن الفتاة اسمها عروبة والطالب اسمه زياد وبدأ الحوار انتبه معي إلى هذا الحوار رفاق التلاميذ نستضيف اليوم في برنامج عالم من بلدي عالما عظيما ومهندسا بارعا برعا في فنون متعددة من فنون العلم والمعرفة أهلا بك هل تعرفنا بنفسك؟ هكذا قالت عروبة اسمي الحسن بن الهيثم أين ولدت ومتى؟ أولدت في مدينة البصرة في العراق قبل ألف سنة تقريبا ما العلوم التي اشتغلت بها؟ أنا عالم في الرياضيات والهندسة والفلك وعلم الضوء وأنا عالم مختص بعلوم العين ركز جيدا أنا عالم في الرياضيات والهندسة والفلك وعلم الضوء وأنا عالم مختص بعلوم العين سمعت أنك اكتشفت أمورا كثيرة هل بإمكانك أن تعرف التلاميذ بعضا منها؟ بكل سرور لقد اكتشفت النظرية المعروفة بنظرية الإبصار النور الذي يسير من الأشياء إلى العين فتقع صورة الأشياء على شبكية العين فنراها إذن ماذا تقول هذه النظرية؟ النور الذي يسير من الأشياء إلى العين فتقع صورة الأشياء على شبكية العين فنراها انتبه معي وأجب عن هذه الأسئلة من خلال تأملك للقطعة السابقة ما الصف الذي تدرس فيه عروبة؟ عروبة طالبة في الصف الرابع إذن ما الصف الذي تدرس فيه عروبة؟ تدرس عروبة في الصف الرابع تلميذة في الصف الرابع من خلال قراءتك للقطعة السابقة ما أمنية عروبة؟ لما تخطط؟ تخطط عروبة لأن تصبح مقدمة للبرامج العلمية في القناة التربوية السورية لذلك ماذا فعلت؟ انضمت إلى لجنة الإذاعة المدرسية كيف كان العالم يكتشف الأشياء؟ الحسن بن الهيثم كيف كان يكتشف الأشياء؟ كان يكتشف الأشياء كان يجري التجارب حتى يثبت صحة الأمر أو بطلانة إذن كان يكتشف الحسن بن الهيثم الأشياء والنظريات بإجراء التجارب انتبه معي عزيز الطالب العالم العربي الذي مثل زياد دوره زياد مثل دور عالم من هو هذا العالم؟ الحسن بن الهيثم ابن النفيس ابن سينة الخوارزمي كل هؤلاء علماء ولكن من العالم الذي قام زياد بتمثيل دوره؟ إنه العالم الحسن بن الهيثم وأجرت معه الحوار عروبة وهذه صورة العالم الكبير الحسن بن الهيثم تأمل صورته جيدا فهذا عالم عظيم مبدع بارع عالم في علم الفلك وفي علم الرياضيات انتبه معي الآن حدد العبارات التالية صواب أم خطأ انتبه إلى هذه العبارات الحسن بن الهيثم عالم مختص بعلوم الذرة هل الحسن بن الهيثم عالم مختص بعلوم الذرة؟ هو كان عالم مختص بعلوم العين إذن هذه عبارة خطأ والتصويب الحسن بن الهيثم عالم مختص بعلوم العين لذا اكتشف نظرية الإبصار يكتشف ابن الهيثم الأشياء بالتجريب هذه عبارة صواب فقد كان يجري التجارب حتى يثبت صحة الأمر أو بطلانه إذن يكتشف ابن الهيثم الأشياء بالتجريب ولد ابن الهيثم في سوريا هل ولد ابن الهيثم في سوريا؟ هذه عبارة خطأ ولد ابن الهيثم في مدينة البصرة بالعراق إذن هو عراقي أخذ علماء أوروبا علم العين عن ابن الهيثم هذه عبارة صواب فقد وضع أسس علم العين أخذ علماء أوروبا علم العين عن ابن الهيثم وهذا ما يدلل على عظمة ابن الهيثم وعظمة علمه فهو عالم عظيم بارع ومهندس عظيم مكتشف نظرية الإبصار هو ابن النفيس هذه عبارة خطأ من هو مكتشف نظرية الإبصار؟ إنه الحسن بن الهيثم الحسن بن الهيثم هو من اكتشف نظرية الإبصار انتبه معي إلى تدريب جديد صل كل كلمة مما يأتي بمرادفها انتبه إلى الكلمات وانتبه إلى المرادفات جيدا اقرأ معي هذه الكلمات بارع افخر محفل والمرادفات مجلس متفوق اعتز اعتز صل معي هذه المرادفات بارع اي متفوق ومتميز وجيد برع في الشيء اي تفوق فيه وتميز افخر انا افخر بتراث بلدي افخر بعلماء بلدي افخر اي اعتز محفل اي مجلس محفل اي مجلس اكمل العبارات التالية انتبه إلي جيدا برع ابن الهيثم في علوم كثيرة منها الرياضيات والهندسة والفلك وعلم الضوء اذا برع ابن الهيثم في علوم كثيرة عدد بعضا منها علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الهندسة وعلم الضوء وكان مختصا في علوم العين صف معي شخصية ابن الهيثم من خلال دراستك للقطعة السابقة هو كان يحب العلم فكان عالما ويبحث عن العلم في كل مكان وكان ايضا مبدعا فقد اكتشف نظرية الابصار واجر العديد من التجارب وكان عظيما عالما عظيما مبدعا متميزا يحب العلم وايضا عالما هو عالما عظيما مبدعا يحب العلم يجري العديد من التجارب كي يكتشف صحة الامر او بطلانة اذا اصف شخصية ابن الهيثم فاقول يحب العلم مبدعا عظيما وعالما اي عدد بعضا من صفاته الموجودة فيه بعضا من صفاته الشخصية الموجودة فيه والملازمة لشخصيته لو اردنا ان نصف شخصية عروبة ماذا نقول كانت ذكية في طرحها للاسئلة كانت تختار الاسئلة المناسبة حين تريد ان تطرح السؤال على العالم وهو ابن الهيثم وكانت جريئة لم تهب ولم تخف وكانت بارعة في طرح السؤال وفي طريقة طرح السؤال وكانت تلون صوتها بالانفعال المناسب حين التقديم لونت صوتها وحين السؤال لون صوتها بما يناسب نبرة السؤال فرق في المعنى انتبه معي الى هذه الاسئلة انتبه معي تخطط عروبة ان تصبح مقدمة برامج علمية قرأت مقدمة الدرس انتبه الى الكلمة الملونة مقدمة برامج علمية من هو مقدم البرامج؟ هو الشخص المسؤول عن تقديمها اذا مقدمة اي المسؤول عن تقديم هذه البرامج قرأت مقدمة الدرس او مقدمة الكتاب مقدمة الكتاب هي الصفحات الاولى التي تشرح مضمون الكتاب مقدمة الدرس السطور الاولى التي تشرح مضمون الدرس اشرح نظرية الابصار مستعينا بالشكل الاتي انتبه الى هذا الشكل ضوء شبكية العين الهدف تسقط اشعة العين على الشبكية فتنعكس على الاشياء فنراها وهذه هي نظرية الابصار الذي اكتشفها ابن الهيثم تسقط اشعة الضوء على شبكية العين فتنعكس على الاشياء فنراها اذكر اشهر علماء العرب وانجازاتهم بعضا من انجازاتهم ابن النفيس هو عالم عربي وهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى سجل هذه المعلومات ابن سينة اكتشف العديد من الامراض التي لم تكن مكتشفة انا ذاك ابن سينة عالم في الطب الرازي الرازي ألف كتابا ومرجعا هاما للطب ويسمى الحاوي الى الان هو مرجعا في الطب الخوارزمي ألف العديد من النظريات في الرياضيات وأسس علم الجبر وهو علم منفصل من فروح علم الرياضيات أسس علم الجبر اذا من هو مؤسس علم الجبر؟ انه الخوارزمي بين النتائج المترتبة عن المواقف الآتية انتبه الى هذه المواقف اكتشاف نظرية الإبصار ماذا نتج عن ذلك؟ اكتشاف شبكية العين اجراء التجارب ماذا نتج عن ذلك؟ ماذا نتج؟ نتج عن ذلك اكتشاف الأشياء والنظريات انضمام عروبة الى لجنة الإذاعة المدرسية ماذا نتج عن ذلك؟ اجراء الحوار التمثلي مع زياد الذي يتحدث عن عالم من بلدنا وهو الحسن بن الهيثم سنكمل مع هذا العالم الرائع ولكن بعد الفاصل ابقوا معي عدنا اليكم من جديد مع عالم عظيم ومبدع ورائع هو الحسن بن الهيثم هيا نكمل ما تبقى من الأسئلة شعر زياد بألم في سنه فأراد الاتصال بالطبيب الاختصاصي منذر طبيب العائلة أرشد زيادا لاستخدام دليل الهاتف استخدام دليل الهاتف عبارة عن صفحات تبدأ كل صفحة بأحد حروف الأبجدية أ ب ت ث إلى آخره اسم الطبيب الاختصاصي منذر إذن منذر بما بدأت هذه الكلمة أو هذا الاسم بحرف الميم إذن سنبحث بحرف الميم افتح الدليل على قسم الحرف الأول من نسبة الطبيب أي منذر إذن افتح الدليل على حرف الميم كي تعرف رقم هذا الطبيب اختر الإجابة الصحيحة انتبه معي جمع عالم علماء عالمون عالمين كل هذه الجموع صحيحة إذن جميع ما سبق جمع بلد بلاد أبلاد بلدات جميع ما سبق جمع بلد بلاد وبلدان بلدات جمع بلدة إذن الإجابة الصحيحة بلاد مضاد المعروفة المسمى المشهورة المجهولة جميع ما سبق مضاد المعروفة نقول عرفنا شيء وجهلنا شيء آخر إذن مضاد المعروفة المجهولة مرادف بطلانه إذن كان الحسن بن الهيثم يجري التجارب حتى يثبت صحة الأمر أو بطلانه إذن بطلان أي عدم صحة بطلانه أي عدم صحته الحسن بن الهيثم الحسن بن الهيثم عالم مختص بعلوم الكيمياء العين الذرة اللغة عالم مختص بعلوم العين ولد الحسن بن الهيثم في مدينة القدس بغداد دمشق البصرة ولد في مدينة البصرة بالعراق اكتشف الحسن بن الهيثم نظرية النسبية نظرية الأعداد الإبصار الجاذبية نظرية الإبصار إذن من هو مكتشف نظرية الإبصار؟ الحسن بن الهيثم الحسن بن الهيثم عالم في الفلك ما المقصود بالفلك؟ الفلك هو علم الكواكب والنجوم والأقمار إذن الفلك هو علم الكواكب شمس، القمر، النجوم، كل هذه الأشياء شرح الحسن بن الهيثم العين شرح ما المقصود بشرح؟ شرح أي قطعها إلى أجزاء بهدف التعرف على أجزائها إذن شرح قطعها بهدف التعرف على أجزائها واختشف الشبكية انتبه معي كنت بارعة في طرح السؤال كنت جيدة في طرح السؤال هذا ما أخبرت به المعلمة عروبة حين انتهت من هذا الحوار أيهما أجمل ولماذا؟ بارعة أم جيدة؟ بارعة جيدة بارعة أجمل إذن كنت بارعة في طرح السؤال هذه العبارة أجمل لماذا؟ لأن البراعة تدل على التمييز الشديد إذن بارعة أجمل لأنها تدل على التفوق والتمييز الشديد ضعي الكلمات التالية في جمل مفيدة انتبه إلى الكلمات شرح شرح أي قطعها بهدف التعرف إلى أجزائها شرح طالب الطبي الأرنب بهدف التعرف إلى أجزائه شرح الطالب الطبي اليدى بهدف التعرف إلى أجزائها أثناء دراسته وهناك علم كامل مع طلاب الطب ويسمى بعلم التشريح الشبكية 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 جزء من العين الشبكية القرانية وهناك أجزاء أخرى للعين الشبكية جزء من أجزاء العين الرؤية الرؤية نقول العين عضو الرؤية العين عضو الرؤية أي النظر برأيك ما الأمور الواجب مراعاتها في تقديم الحوار؟ كان برأيي الأمور الواجب مراعاتها مراعات الطلاقة في الكلام فلا يجب أن تلعثم وأيضا الجرأة والثقة انتبه معي إلى هذه العبارة ولكن أريد أن أوصي التلاميذة بضرورة الحفاظ على العين فلا يقربون الكتاب كثيرا من عيونهم أثناء القراءة كان هذا ما أوصى به العالم الحسن بن الهيثم طلابنا بالحفاظ على العين تلك اللؤلؤة الغالية ابحث في العبارة السابقة عن مرادف أهمية ولكن أريد أن أوصي التلاميذ بضرورة الحفاظ على العين إذن ضرورة مرادف أهمية ما مرادف أهمية؟ ضرورة ابحث أيضا عن مضاد الإهمال مضاد الإهمال الحفاظ مضاد الإهمال الحفاظ ابحث أيضا جمع التلميذ التلاميذ جمع التلميذ التلاميذ وجمع عين عيون مفرد الكتب الكتاب فلا يقربون الكتاب مفرد الكتب الكتاب يقرب ما مضادها يبعد عبر عن شعورك اتجاه العالم العربي ابن الهيثم ماذا شعرت اتجاهه بعد قراءتك لهذه المعلومات الرائعة عنه انا شعرت بالفخر وانت ايضا اذا اشعر بالفخر به وبالمتنان لما فعله للبشرية كلها فقد اكتشف الكثير من الاشياء وانوي انا شخصيا ان اتخذه قدوة ومثلا في حياتي هكذا هو الانسان سيرة فاحرص دوما على ان تكون سيرتك طيبة وان تكون عالما يتحدث به الناس شكرا لك وشكرا لحسن استماعكم الى اللقاء